مرحبا، اليوم أول يوم بسنة الـ 2019، اليوم بدي أتمنى لكم عام سعيد، سنة حلوة، سنة نجاح، سنة تفوق، سنة ازدهار، وهم شي بدي أتمنى لكم الصحة بعملكن وبيشغلكن ومع أهلكن، مع أحباقكن وأعزائكن وما كنتوا تكونوا. اليوم أول يوم بسنة الـ 2019، واحد كانون الثاني يناير، وين المواقع النجوم؟ رح أحكي اليوم فقط عن موقع الأمر والشمس. الأمر اليوم بأول يوم بسنة الـ 2019، مرافقنا من برج العقرب، مثل مبارح، مثل اليوم الأخير من عام 2018. إذن اليوم الأجواء مفروض تكون حلوة، خاصة بشكل خاص للأبراج المائية، موالي برج العقرب، موالي برج السرطان، وكذلك لمواليد برج الحوت. فكيف رح بيكون اليوم الأول من العام؟ سمحوا لي قبل أقول أنه كوكب المريخ مارس دخل على برج الحمل اليوم، وبالتالي اليوم هو أول زيارة لبرج الحمل. كيف بدي يكون أول يوم لكل الأبراج البداية مع برج الحمل؟ بالنسبة لك مولود برج الحمل، الأجواء اليوم تحمل لك نوع من انفتاح نحو كل ما هو جديد يلي أنت معقول دخله على حياتك بسنة الـ 2019. أي على حياتك بسنة الـ 2019؟ لأنه مولود برج الحمل بده وحابب وعاوز أنه فعلاً سنة الـ 2019 تكون سنة مفيدة، ناشحة، ومثمرة بالنسبة لأله. بعمله، بيدرسه، بيشغله، وبحياته العاطفية. اليوم مولود برج الحمل شخص فعلاً عنده إرادة قوية، عنده عزيمة قوية، ومتحمس لحتى ينطلق بالعام. يمكن ما تلاقي كل هالسرعة لأنت حابب أنك تمشي فيها، لكن بقله لمولود برج الحمل أنه الانطلاقة حلوة وجيدة، وبكرة رح بتكون حتى أحلى وأحلى. لكن إذا أنت من مواليد 2021 أدار مارس، كن حذر لأنه كوكب المريخ موجود ببرشك ومعقولة يجذب لك بعض التسرع والتهور. أما الأكثر حظاً فهو 2 و 3 نيسان أبريل. بتقيلها برج الثور. مولود برج الثور حاول أنه بمطلع السنة بتكون معنويتك، نفسيتك، الأجواء من حولك رائقة وهيدي، بالرغم من أي تحدي معقولة تشعر فيه. اليوم مولود برج الثور بتحس أنه مضغوط عليك من قبل الآخرين. الأهل، الأحبة، الشغل، العمل، مع أنه هو أول يوم بالعام. لكن مولود برج الثور بيلاقي حاله أنه هو تحت ضغط أو فكرة معينة. وحابب أنه تخلص هالفكرة أو هالهاجس. وبيقلك إنه إذا بتطول بيلك بكرة الساحدة صباحاً بتوقيت بيروت، يعني تسعة صباحاً بتوقيت لندن، بتروح هالفكرة وبتندم إذا تسرعت بأي خطأ. فطول بيلك الأمور رح بتكون حلبة كتير، وفعلاً رح بتكون على زوءك. بالنسبة للمواليد، يلي بعتبرها أكثر حظاً من غيرها من برج الثور، اليوم هي مواليد 1, 2, 3, 11, 12 و13 أيار مع يوم. كمل مع برشة الشوثاء. مولود برشة الشوثاء من زي ثغارك سنية كتير حلوة. فاليوم، بالرغم من الشغل، بالرغم من أنه واحد الشهر اليوم الأول من العام، لكن اليوم مولود برشة الشوثاء بيحس حاله أنه مطلوب منه أنه يكون متواجد ويكون حاضر ويكون جاهز لحتى يتفاهم مع الناس من حوله. مولود برشة الشوثاء نص صبح يقع على عاتقه مولود برشة الشوثاء مسألة بدو يشتغل عليها، بدو يروح عليها، بدو يهتم فيها، بدو يركض من شينها. هل بسألة فيها تكون العلاقة بيحداً بالبيت أو بالشغل أو بالدرس، يمكن في عندكم امتحانات، يمكن في عندكم شغلة كتير، يمكن في مسألة عم بتحلوها صاركن يومين ثلاثة عم بتشتغلوا عليها. لكن الجو العام بعتبروا اليوم أفضل من بكرة، فحاول اليوم أنه تحسن الأمور، تشغل على الأمور من دون ما تسود وجهك، وما تعتلهم الأجواء منها عاطلة، منها ضدك أبداً اليوم. ونصيحة تانية، ما تترك ذيول مشاكل لليومين المقبلين. بتبقى المواليد يلي بعتبر أنه عندها حظ أكتر من غيرها، هي مواليد 2 و3 حزيران يونيو. بنت إلا برش السرطان، مولود برش السرطان أنت لاقت العام بعتبرها حلوة كتير، بعتبرها كتير حلوة، بعتبرها مشجعة، بعتبر أنه بتحمل لك أمال كتير كبيرة، أمبشنز كتير كبيرة، ومولود برش السرطان قادر أنه يتفاهم مع الظروف يلي بتمرق معه اليوم من أفكار، من أشخاص، من هواجز، بسمع قولي تمرق عندك، تمرق عندك مرور الكرام، وقادر اليوم مولود برش السرطان أنه يحل كل الأمور بفكره، براسه، بلقي الحل. الجو اليوم بيحمل حلول، بيحمل تقدم، الأجواء اليوم إيجابية عند مواليد برش السرطان، وان طلاقة العام راح بعتبرها أنا بعتبرها حلوة، مناسبة لألك، وبتخدم كل فكرة، كل مشروع، كل شغلة عندك إياها. بتبقى المواليد يلي بعتبرها أكثر حظة من غيرها، 15-16 و17 تموز يوليو. كمل مع برش الأسد، مولود برش الأسد، الجو اليوم بيحمل لك بعض القصص يلي ما انحلت في اليوم الأخير من العام. مولود برش الأسد اليوم بيحمل لك نوع من تغيير، أنت بحاجة تمشي معه. مولود برش الأسد، اليوم نهار يمكن ولدك يشغلك، يمكن طالع بيلك أنت فقط أنك ترتاح بالبيت، تبقى بالبيت وترتاح، وما حدا قاله عليك شي. الجو اليوم بعتبره متقلب بعد ما انطلقت من كل قلبك بسنة 2019، لكن الأجواء عندك مشجعة جداً بعام 2019، فما في لزوم اليوم أبداً أنه تغرق حالك في بعض الأفكار السلبية. بتبقى الموليد يلي فعلاً أكثر حظاً من غيرها من موليد برش الأسد هي موليد 4, 5 و 6 آب أغسطس، ويلي عنده انطلاقة سريعة نشيطة جداً هي 23-24 تموز يوليو. بنت إلا برش العذراء، مولود برش العذراء وجود الأمر في برش العقرب، وكل مرة بقول وكل مرة بكرر أنه برش العقرب هو صديق لألك، مولود برش العذراء أنت اليوم شخص بتفكر عن حالك وبتفكر عن غيرك، بتستوعب الأمور بسرعة، تلقطع الطاير. اليوم مولود برش العذراء أنت شخص تقع تحت تأثيرات إيجابية جداً من الأمر الموجود ببرش العقرب. أنت سريع جداً بتحليلك، بتفسيرك للأمور، بشغلك، بعملك بالبيت، بالمكتب، بهوياتك، بشو ما كان. اليوم النهار بعتبره من الأيام الممتازة الحلوية جداً، يلي بتسهل عليك التفكير والتحليل الأمور، ووضع نقاط مهمة جداً وأولويات وخط العريض أو الخطوط العريضة لسنة 2019، نهار مهم جداً. وتبقى الموليد الأكثر حظاً في اليوم الأول من العام هي 1، 2، 3، 13، 14، أي لول سبتمبر. تكمل مع برش الميزان. بالنسبة لبرش الميزان في اليوم الأول من العام الجديد، مولو برش الميزان حابب يعمل حسابات. حابب يعمل حسابات وحابب يمكن يحاسب بعض الأشخاص، فبطلب منك مولو برش الميزان أنه تتجنب الدخول في هذه الوحول. مولو برش الميزان كل شيء مطلوب منك أنه تهتم بحالك. أنت صحيح بدك تعمل حسابات ومعك حق وإلك حق طبعاً تعمل كل شيء أنت بتريده، لكن حاول أنه ما تقلل من قيمة الآخرين اللي وقفوا حدك اللي يساعدوك. مولو برش الميزان في احتمال أنه أنت تحتاج إلى مساعدة أحد الأشخاص، أحد الأصدقاء، أحد الناس اللي فعلاً بيعرفوا أو بيفهموا بموضوع. أنت عم بتفكر فيه صار لك يومين وثلاثة، اليوم الأول من العام الجديد يحمل لمولود برش الميزان دعوة أو تشجيع لتحليل الأمور والتقييم الظروف يلي رح بيواجهها في السنة الجديدة. تبقى المواليد اللي معقولة لقيها واعتبرها أنشط من غيرها نسبياً هي مواليد 15, 16 و 17 أكتوبر. تكمل مع برش العقرب. شو بدي أقل لك مولود برش العقرب؟ الأمر ببرشك، الشمس دي عميلة إلك من برش الجديد. أنت شخص سريع، نشيط، قوي، قد تنفرد في اتخاذ بعض القرارات، قد تنجح في تطمين الناس من حولك، وبحصل على بعض الأمور اللي أنت بتريده لعم تسعالها. أي أمور عالقة؟ طبعاً لأنه أكترية العالم مش عم تشتغل، ما في حركة، الأعمال واقفة بالعالم كله، لكن بعض مواليد برش العقرب عنده شغل. فاليوم جميع الأحوال يوم تتحلح لبعض الأمور، التسويات بتوصل، بترتاح، بيتطمن بيلك، وبتتقدم بشكل سريع. مواليد برش العقرب احتمال أنكم تقدموا وتحطوا على ورقة أو ألم بعض النقاط يلي بهمكن أمرها. وفيكن تقولوا أنه هناك انفراجات وهناك ارتياح وهناك تقدم بانتظاركن. أما إذا كنتوا من مواليد 15، 16 و 17 نوفمبر تشرين الثاني، فيكن تقولوا أنه أنتوا الأكثر حظاً. تكمل مع برش القوس. بالنسبة لبرش القوس، هناك نوع من جو فاتر في اليوم الأول من العام. بيشبه الجو الفاتر يلي رافعك في اليوم الأخير من عام 2018. اليوم مولود برش القوس بدك تحاول تستوعب أنه الظروف منا عم بتسيرك، ما في مين يسيرك اليوم. والظروف عند مولود برش القوس فيه احتمال أنه تحملك نوع من تأخير معين. ما فيني أقول أنه اليوم هي سنة الجديدة بتبلش عن مولود برش القوس. بصراحة، الأجواء عندك تتحسن، تتقدم، ابتداء من الساعة 11 صباحاً بتوقيت بيرود. اليوم هو نهار بليد، بايخ شوي، خصصه فقط للأمور السهلة البسيطة، في زهق، في قلق، فحاول أنه تدخل على نهارك البهشة والفرحة. تبقى الموليد اللي عنده حظوظ كتير مهمة بهالفترة هي 4, 5 و 6 كانون الأول ديسمبر. بنت إلا برش الجدي. مولود برش الجدي بعتبر هيدا نهار مناسب لألك لحتى تحط الخطوط العريضة للعام. ليش؟ لأنه بكرة وبعد بكرة هناك نوع من هدوء وركود. اليوم مولود برش الجدي نهار بيسمح لك أنه تطلب رأي تبحث عن خبرة أحد الأشخاص لحتى ينوروك لحتى يساعدوكم. اليوم نهار حلو كتير لتكونوا أو تتصلوا مع أصحابكم، مع زميلاتكم، تحكوا معهم، تتصلوا مع العالم، تتواصلوا معه، مع الناس اللي صالكن زمان ما شفتوها، حابين تعايدوها. الأجواء اليوم بعتبرها حركة، ناشيطة، ناشيطة، فعالة، الناس من حدكم بتحبكم، وبتحسوا أنه عم تستوعبكم، عم تتفاهم معكم، وعم توقف إلى جانبكم. نهار كتير مهم لتبدأوا فيه العام. الأنشط اللي ما بيهدى هو 1-2 و3 كنون الثاني يناير. كمل مع برش الدلو. مولود برش الدلو اليوم نهار لازم تخصصوا للاستراحة لتبعد عن المشاكل، الخلافات، الجدال، والنقل. اليوم نهار ما لازم تتشكوا فيه، تتذمروا فيه لأنه بيطلع بالكم تتشكوا وتتذمروا. اليوم نهار خصصوا للاستراحة والابتعاد عن المواجهات والابتعاد عن أشخاص السلبيين. حتى ولو كنتوا أنتوا موجودين بالبيت وحاولكن أشخاص سلبيين أو حاولكن أشخاص تعبنين بتكون تستوعبون وتتعاطوا معن بكل هدوء وبكل رواء. الأجواء سوف تتحسن غداً. بتبقى الأجواء يلي بيعتبرها بالنسبة لمولود برش الدلو بتحمل بعض الفرص الجيدة والحلوة لحتى ينطلقوا بانطلاقة العام بنشاط وحيوية. هي 2021 كنون الثاني يناير. بكمل مع برش الحوت. مولود برش الحوت أنت تعتبر من الأبراج النشيطة والأجواء ممتازة، إيجابية وحلوة. الناس من حولك بتفرح فيك، بتنبسط فيك، وأنت بتفرح تقريباً بكل شيء عم بيصير من حولك. مولود برش الحوت الأجواء عندك مشجعة جداً، وبتحمل لمولود برش الحوت أخبار سارة، نجاحات، تقدم، تفاهم، وحتى في نقول أرباح ومكاسب. الجو عندك فعلاً بيحمل البهجة والراحة وطمأنينة البال. حتى بتقدر تتقدم على خصمك مع أنه اليوم ما فيه أخصام وما فيه منافسات، لكن اليوم مولود برش الحوت أنت شخص سباق وناجح جداً، وانطلقتك ممتازي. على أكثر حظاً 13، 14 و15 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بانتظار مولود اليوم 1 كنون الثاني يناير، انطلاقة سريعة وحلوة للعام الجديد اللي عم تبلشوا اليوم. هناك نوع من رغبة عند مولود اليوم، أنه تكون سنته حافلة بالمعارف، بالأصدقاء، بالزملاء، حابب أول هالنقطة بحياته، بسنته، وبتقدر تنجح فيها، وانت مدعو لحتى تعمل هالشي. هذه كانت الأبراج لليوم الأول من العام الجديد، أتمنى لكم بداية حلوة، إلى اللقاء غداً مع أبراج جديدة، باي باي.